السلام عليكم ازايكم اخباركم اتمنى تكونوا في افضل صحة واحسن حال فيديو جديد النهاردة وابداية جديدة ويلا بينا كده نبدأ في حملة التنظيم والترتيب مع بعض سيدة كمن الماليزية النهاردة وافقارها هيلة جدا وشوات كمان التوزيعات اللي كانت بتقوم بيها خلال بقى الشهور اللي فاتت حلوة قوي يعني طبعا تقضي تاخد منها افقار وتستفادي منها ومش مجرد كمان الافقار دي بس ده لسه معانا حاجات حلوة في احداث الفيديو النهاردة الروتينات بقى كده وتنظيمات وتودبات وكمان في نفس الوقت افقار كلها جديدة تعالوا مع بعض كده نبدأ ننظف وننظم البيت ونخلي الشكل هنا والمجمع العام بكل تفاصيله حلوة جدا ونبدأ طبعا نظبط البيت التصبيطة المثالية اللي احنا عايزينها الروتين السريع ده بيفرق اكيد بالنسبالك وازاي كمان طبعا تكوني ستة بتشاطرة وخصوصا انا بنجمع افقار يمين وشمال من الستات اللي زي دي وبنشوف طبعا وجهات نظر ممكن تكون مختلفة حاجات سوي ستايل حاجات ممكن تكون جديدة اسلوب مختلف بين وجهة نظرك طريقة مختلفة حتى كمان برضو خزيني البيت وهي بتبدأ ترس كده عندها بشكل وصورة مختلفة شوية كمان توزيعات اللي بتقوم بيها بتبدأ طبعا توزن كل حاجة بالمعيار المحدد وتبدأ تحط الشونط اللي زي دي حتى تصدقيني لو باقل الامكانيات تعملي شنطة او كيس صغير زي ده مش شرط طبعا بقى تقديمي اكلات كتيرة وتعملي بقى توزيعات ممكن تكون مكلفة فيه ناس بتفضل انها كل يوم تعمل توزيعات فيه ناس كل فترة كبيرة فيه ناس كل شهر ومش على قد بس كده حتى البطاطين واللحفة والكفورات والكلام ده كله طبعا بقى كل الحاجات اللي زي دي كل واحدة ممكن تقدمها بطريقتها واسلوبها ومش هنكر امدا ان الاعمال الخيرية كبيرة تبالي طبعا تعمليها وتهديها لأي حد بصورة والشكل اللي انت حباه تعالي نشوف برضو كمان كده بعض المشتريات اللي بتجيبها عندها في البيت وشكلها واستيلها عامل ازاي حتى شكل الكوشنز والكفورات اللي بتجيبها شكلها قد ايه حلو ممكن يكون مختلف طريقة جديدة استيل جديد بتدوار عليه لحد ما بتوصلي طبعا للشكل اللي انت حباه وقد ايه بنستيلك بيبقى مختلف جدا التصممات والاشكال والديكورات اللي انت بتدوار عليها زي ما بتنقلك لما كانت زي ما كلنا اكيب برضو بنتعلم من خبرات اللي زي دي وبنشوف طبعا بقى افكار جديدة ممكن كمان شوية كده ديكوريشن مختلف بالنسبالك ممكن كمان شوية تفاصيل مبهجة من وجهة نظرك حتى بقى التسائلة والمقرمشات ومش على قد كده بس ده حتى الاكلات اللي ممكن تعانها في التلاجة او الفريزر معاها متبنين بالتدبيلة اللي مجربة بتطلعها بتبقى جاهزة عالتسوية مباشرة كل حتى كمان علبة كده حتى السوصات بالاكلات بالوصفات بتاعتها بالتدبيلة بتاعتها تبقى جاهزة معاكي يدوب بتبقى انت مجهزة كل الاكلة والوصفة بحيث طبعا لو انت بتشتغري بترجع من برك يدوب كده بقى تسخاني الاكلة على طول تشوحي على طول تحمري على طول الحاجة متاخدش معاكي وقتا ابدا وهتلاحظوا كده في الدجاج والاسماك واللحوم والتدبيلات بكل اصنافها والوانها واشكالها دي طبعا بقى كانت ترجع للست الشطرة اللي بتحاول تستغل كل حاجة وكمان بقى العلب المتقسمة من جوة يعني ما كان بتحط فيه تدبيلة بتاعتك قص وصف بتاعتك كل حاجة شكلها حلوة جدا وعملية وسريعة تعالوا نشوف هنا كمان برضو حتى فكرة الباسكت اللي قدامة ده حاجة فك وتركيب وتقدري كمان تحطي في الباسكت كده تقسمتين اتنين يعني بقى سواء اللي هي الحاجات البسيطة بتاعتك تقدري تحطيها في القسم ده في القسم التاني بتحطي بقى الحاجات اللي ممكن يحصل فيها اعادة تدوير وبالنسبة لكل السيدة بنعرض لها فيديوهات سواء ماليزية انتنوسية كورية كلهم طبعا مش ننكر انهم مش شبه بعض وطريقتهم وحياتهم واسلوبهم فيه تفاصيل كتيرة جدا مشتركة بينهم وللأسف طبعا بتقولينا الست مهما كانت شاطرة ممكن يجي عليها الوقت اللي للأسف تكتشف فيه تفاصيل بسيطة زي اللي قدامنا دي وبتقارر طبعا بقى تطلع كل المنظفات وادوات التعاقيم بتاعتها وبتبدأ تطهر وتحكم كل التفاصيل دي طبعا بقى هنا بالنسبة للست الشاطرة بيجي دورها ان هي دايما ايديها في البيت باستمرار وستات تانية اكيد ملناش علاقة بيهم بيحاولوا بقى ينكروا كل حاجة بيشوفوها ممكن تعمل نفسها مش واخدة بالها ان عندها مجموعة كده من الحشرات في البيت لكن بالنسبة للست الحريصة على كل حاجة هي اللي دايما بتكون يعني شايفة ان بيتها بيدور على الشغل المستمر اعنضافها المستمرة عايزة بيتها في احسن حال ويلا بينا كمان شوف طبعا كده الوقت مجرد مشاية استطارة ودقت طبعا تخسر وتنضح وتورينا طبعا بقى هنا كده المساحيق اللي بتستخدمها اللي زي المساحيق بتاعتنا بالزبط المهم النتيجة واحدة الكوة الفعالة كمان واحدة وما فيش اختلاف ابدا تعالوا مع بعض هنا كمان دلوقتي كده نبدأ طبعا دلوقتي مع بعض كده برضو هنا حاملة تنظيف المبخ ونبدأ طبعا نشيل بقى كل الاطباق والصواني والحاجات اللي موجودة يمين واشمال ونبدأ نطهر ونعقم وننظف كل التفاصيل اللي زي دي من غير طبعا ما نحس ان احنا محتاجين اي حاجة حين اكيد نزبط البيت ونكون قد المسئولية حاجات بسيطة طبعا بنكون محتاجينها عندنا ازاي تجديدي وتغيري وتشوف البيت بكل تفاصيله بيه كمان بقى وضعية البيت اللي انت محتاجاها وعايزاها تفاصيل صوائرة زي دي لكن صدقيني بتفرق جدا في يومك شكل حب بتاعك وهو زي الفل رخمة المطبخ عندك وهي نظيفة مفيش عليها لكركبة ولا دهون ولا غير ولا غيره امور بسيطة لكن صدقيني بتغير لك في المهمة العام كل تفاصيل البيت عندك تعالوا نبص هنا كمان دلوقتي كده على زي ازبقى الزيت والخل اللي بتجيبها وتحطها عندها لرخمة المطبخ حاجة شكلها حلوة دي كورات بتاعتها كمان كويسة ويمكن هي دي طبعا التفاصيل اللي كوالينا محتاجين نشوفها تعالوا مع بعض هنا كمان كده نشوف روتين سريع وتنظيفة سريعة شوية طبعا بقى كده الغسيل بتوعك اللي انت دايما بتكوني محترة فيهم حتى كمان المخدد بتاعتك اللي ممكن يكون عليها بقع كتيرة جدا ومش عارفها تنظفيها بتقولينا هنا طبعا بقى ان المسحوب بتاعها بيقدر بالفعلها على قصع بالدهون اللي زي دي وهتورينا طبعا دلوقتي الشكل اللي بنقبله وبعد الحاجة خرجت معاها عاملة زي وطبعا بقى بتسيب بعد كده المخدد بتاعتك تجف بسرعة في الشمس والهو لحد ما بتوصيه طبعا للشكل اللي انت عايزين تعالوا هنا مع بعض كده نشوف برضو روتين سريع ودولة سريع عندها في البيت وازاي برضو شكل البيت هيتغير بمنتهى الصرع حتى ستير بتاعي طبعا انها تجيبها وتخسلها وتوصرها للمرحلة اللي هنشوفها دلوقتي مع بعض ويعتبر كل حاجة طبعا كده بتعملها فأسرعات والنتيجة بتاعتها بتبقى هيلة جدا تعالوا مع بعض هنا كمان نشوف كده يا تاركت شرية معانا ايه واحاجات بسيطة من المشترايات اللي يمكن كل واحدة فينا ممكن تكون محتاجاها التفاصيل الصغيرة دي بتفرق جدا ومعظم دلوقتي طبعا بها الادوات بتاعتك ممكن تكون فاكة والتركيب سواء طبعا الخشب بتاعها قوي او بسيط انت بتجيب الحاجة برضو اللي مناسبة على قد استخداماتك تفاصيل بسيطة لكن صدقيني تفرق مع كل واحدة فينا شكلها واصطيلها حتى كمان الخزانة بتاعت البيت عندك الادراج الصغيرة اللي زي دي اللي مجرمة بتحطيها في الدولاب بتغير لك الشكل العام وبتنقلك البيت لمكان تاني خاص هي دي طبعا كانت تفاصيل اللي كلنا بنكون عايزين نشوفها ونعرف كمان وجه الاستفادة منها اشتركوا في القناة يا علوك كمان تلوقتي هنا مع بعض كده نشوف بقى المنظم الصغير الخشب اللي قدامنا ده تفاصيله حلوة جدا وطبعا تقدر تجيبيه وتحطي عليه كل يعتبر كده الحاجات الخاصة بتاعتك في المطبخ طب البهارات ممكن تحط عليه براد القفي كورنر بتاك تقسميه بالشكل والصورة اللي انت عايزاها الفكرة حلوة جدا وطبعا كل التصميمات والافكار اللي زي دي اظن طبعا تقدر تجيبيها مع المواقع كتيرة وتزبطيها بالصورة والفكرة اللي انت حباها يعني في المجمع العام التفاصيل موجودة وكل حاجة موجودة كل واحدة بتشوف ايه اكتر حاجة مناسبة لها واكيد طبعا بتحاول تشتغل على الجزئية اللي زي دي لحد ما بتقصي طبعا للنقطة اللي انت مفسك تحقيها وبتعمليها بالفعل تعالوا نشوف هنا كمان دلوقتي كده برضو المنظم الصغير اللي قدامنا ده وتبدأي تحطي طبعا بقى كده عليه هنا اي فكرة انت محتاجاة في المطبخ اي حاجة اضافية وزي ما قلتلك تقدري تزبطيه وتأثريه وتقوليه زي ما شفنا دلوقتي يعني استخدامك ليه هيكون مختلف باكتر من فكرة واكتر من شكل والمناصدمات دي كمان فكرتها الصراحة ان انت تستغل بيها كل الاماكن عندك في البيت يعني مساحة المطبخ بتاعتك الصغيرة تقدري طبعا تزاودي القرفة اللي زي دي تستغل الدولات بتاعك بالفكرة والصورة اللي انت حباهم وكلها افكار مفيش غنى عنها ابدا بالفعل دي الحاجات الاساسية والضرير المفروضة ان احنا نتعلم منها ونشوفها بالفعل تعالوا هنا كمين دلوقتي كده نشوف بقى فاكرة الترابيزة المتنقلة دي والفاكرة بتاعتها الصراحة حلوة جدا عشان كده اتمنى من كل قلبي ان فيديو النهاردة يكون عجبكم ولو عجبكم الفيديو هستنى اكيد طبعا لايقاتكم الحلوة وحماسكم ومشتراكم معايا عشان ابهركم بكل جديد وشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديوهات الجاية ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة